هذا هو تواصل الإدارات المعنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع حلبة البحرين الدولية جهودها من خلال اتخاذ كافة التكتبات والإجراءات الأمنية التي تكفل توفير الاحتياجات والأجواء الآمنة خلال سباق الفورميلوان حيث باشرت الإدارات الأمنية مهامها من أجل أمن وسلامة الجميع وأنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي من جانبها قامت الإدارة العامة للمرور بتكثيف التواجد المروري في محيط حلبة البحرين الدولية والطرق المؤدية إليها وذلك تنفيذاً للخطة الموضوعة لضمان سيابية الحركة المرورية والمساهمة في الحفاظ على سلامة جميع مستخدمي الطريق في ظل الأجواء المليئة بالفرح والمتعة والحماس تواصل حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط في اليوم الثالث على التوالي استقبال الزوار من كل حدب وصوب لترقب الحدث الأبرز في المنطقة وهو سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورملا ون وسط إعجاب من قبل الزوار بالتنظيم المبهر والدقيق للجولة الافتتاحية لبطولة العالم وفي ظل هذا الإقبال المنقطع النظير سادت حلبة البحرين الدولية أجواء حماسية ومتميزة أثارت الرغبة الكاملة لعشاق الفورملا ون لمتابعة السباق برقة وسماع هدير أقوى المحركات في العالم وترقب لمن سيعتلي منصة التتويج ويأتي هذا الحدث الرياضي العالمي بتنظيم مبهر من قبل كوادر بحرينية تعمل على مدار الساعة لإنجاح السباق دون كلل أو ملل في ظل توافد متواصل لعشاق هذه الرياضة العالمية من مختلف دول العالم إلى ذلك تشهد منطقة الترفيه إقامة العديد من الفعاليات الممتعة المصاحبة للسباق والتي أبهرت الجماهير وأضافة المزيد من المراحي والتشويق في نفوسهم